مرحبا يا خليفة شعان نمشي للدستور والاستفتاة طبعا في قراءة موجزة نجلة مدلي مدلي ليه وجيب له مغرف هيا جيت دابوس العسل ما قلت الكاريير عسل اليوم جيت دابوس العسل وعتيه مغرف هذا كونا نعمل الضواق هم بتعرف ثم ذواق في الزيت يبدأ محترف في العسل بنعرف ثم ذواق ولا ولكن احنا عسل تونس دي مع عسل حر هذا هو هذا هو كاس زيت زيتونة زيت ترابلسي هكا زغي كاس ترابلسي زيت زيتونة باهي زاد السباح هو ثم اللي يأخل عسل بالزيت يعني موجود حدنا في تخليد الأسرة التونسية هات لي كل عسل بالدستور احنا تفرجوا فينا تعرف على جوارة تيفي وفيما تفضل يخي كل الدعم للميدالية الذهبية في العسل التونسي تذوق العسل التونسي اي صرح السوت العسل راو زيت زيتونة احسن حاجة لسوت اه وهو لزوز مذكورين في القرآن الكريم يعني عسل غذاء وشفاء يلا برعاية العسل الحر التونسي نمسوا الاستفتاء نمسوا الاستفتاء نمسوا الاستفتاء نمسوا الاستفتاء مع خليفة بن سالم طبعا في تقديرنا انه الموضوع في علاقة بالاستفتاء مثل 25 جوليا ومشروع الدستور المقدم والمعروض على المواطنات والمواطنين للاستفتاء في شأنه تقريبا الجدل السياسي الجدل النخبة حسيم في كل واحد خذاء طريقه وكما نقول كل واحد خذاء اتجاهه اخرهم الاتحاد العامة والشغل اللي تقريب قدم النص في شكل دراسة وتقييم لمسواد الدستور بعد ما ادخل علي رئيس جمهورية جملة من التعديلات والاصلاحات في هذا الشأن والموقف اللي هنا بش نقرأه واحده بعد نرجع لموقف الأحزاب السياسية تقريب الموقف اذا نقرأه سياسيا ترك دوما الباب مفتوح لله والنعم المبدأ المشاركة بالنسبة للاتحاد العامة والشغل المراجعة يقول لم تعالج الاخلالات الاساسية ثم يقول كذلك المراجعة ايجابية من شأنها تلافي ما اعترى بعض فصوله من اخلالات ونقاص يعني تقريب في قراءة لموقف الاتحاد العامة والشغل باقي محافظ على جزء من المسافة اللي امام المشهد السياسي لمتناقض واللي تقريب دخل مرحلة التشبيه بين بعض البعض لا الاتحاد العامة والشغل بقى محافظ كان ضد الدخول في لجنة اعداد الدستور ثم مع الدخول في حملة الاستفتاء لحد الان مشوفناش الحقيقة الاتحاد العامة والشغل يشتغل على هذه الحملة مشوفناش اجتماعات تغيير الموقف الاختيار خلق لمنظوري حرية الاختيار طبعا حرية الاختيار كانت زادة منتظرا نعرف ونالاتحاد العامة والشغل منظويه والناس اللي منخرتين عنده من توجهات مختلفة من قراءات مختلفة من مشارب فكرية وسياسية وعقائدية مختلفة حتى من مواقف سياسية مختلفة كان الموقف الاسلم واللي نعتقده اللي يحافظ على التماسك المنظمة هو انه ترك الباب مفتوح لكل منخرط حرية الاختيار في نعم ام لا مع كما قلت لك المبدأ هو ذهاب الى الاستفتاء مثلا ماش موقف معارض لفكرة الذهاب الاستفتاء اللي موجودة عند بعض القواء السياسية الموقف كما قلت لك والدراسة ثمنت خطوات وتحفظت على خطوات اخرى في مشروع الوثيقة اللي بين ذا فرين قلوا معدلة بعد ما ظهرت الوثيقة اللي دخلت عليها بعض الاصلاحات مشوفناش تغير في المواقف السياسية يعني برغم هذه الاصلاحات مشوفناش مواقف سياسية كانت ضد المسار تحولت مع المسار مشوفناش مواقف سياسية كانت مع المسار اصبحت ضد المسار تقريبا اللي هما مع المسار ومع مشروع الوثيقة زادت دعم موقفهم بهذه الإصلاحات وعبروا عن دعمهم لهذه المواقف من خلال تثمين هذه الخيارات المواقف السياسية اللي كانت ضد نحكي عن السياسية مش على مستوى النخبة أو المثقفين أو غير المواقف السياسية اللي كانت ضد المسار مثبتت أمرها ضد المسار الشبخاء أمامنا الآن هو خيار المواطنين والمواطنات اللي بيش يمشيوا ليوم 25 جولة للاستفتاء بنعم أو بلا نسبة الحضور نفسها وقع جدل حولها كبير كل واحد يحاول يخوها من زاوية أمتاع الناس اللي هم ضد المسار يعتبر نسبة الحضور محددة ويعتبر عدم يشبه للتصويت تصويت المشارك ويعتبر الناس اللي مشاركوش كأن لديهم موقف من الدستور أو من مسارية الجمهورية ولو أنه هذا كذلك فيه موقف توظيف سياسي أكثر منه أعتقد أنه دراسة مسألة نسبة الحضور والمشاركة في الحياة السياسية في الاستفتاء في الانتخابات في الانتخابات البلدية تدرس من زاوية أخرى علاقة المواطن التونسي الآن بالشأن السياسي وبالمحطات هذه يعني مش بالضرورة اللي ممشاش عنده موقف سياسي من الدستور مش بالضرورة اللي يمشاه عنده موقف إيجابي من الأحزاب الداعمة لا لا اللي يمشي عنده علاقة بالضرورة بالأحزاب الداعمة ولا اللي ممشاش عنده علاقة بالأحزاب الرافضة كما قلت لك يوم 25 جوليا سنعرف هذه النتيجة مألات هذه النتيجة بنعم أم بلا بنسبة المشاركة وبالخطوات المتبقية ولكن لحد الآن لم نرى مواقف سياسية تغيرت من مسار 25 ومن الخيار لإخذها رئيس جمهورية سواء كانت المواقف الرافضة حافظت على رفضها لهذا المسار كموقف سياسي من رئيس جمهورية المواقف الداعمة حافظت على دعمها لمسار 25 جوليا ومسار رئيس الجمهورية للجمهورية الجديدة والدستور الجديد